في جميع أنحاء العالم تدخل الحيوانات في صراع الطبيعة الشرس من أجل البقاء هنا في الطبيعة لا مكان للضعفة حيث تصبح أجزاء الثواني هي الفاصلة بين الحياة والموت التمساح الشرس أقدم الكائنات الحية على وجه الأرض سنشاهد معا في هذا المقطع هجمات التمساح الفتاك على باقي الحيوانات لكن قبل البدء ندعوكم للاشتراك بالقناة والإعجاب بالمقطع تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إنه التمساح النيل إنه الحيوان الأكثر إثارة في البراري هذه الآلة الفتاكة تمتلك خصائص مذهلة تجعل منها كائنات مفترسة من الدرجة الأولى يقوم التمساح بتكنيك فتاك وقوي يساعده في الامساك بفريسته في غضون أجزاء من الثانية حيث يقوم بالتخفي تحت المياه جاعلا كل جسمه مغمورا بالماء باستثناء عينيه وفتحتي أنفه بينما يساعده ذيله في الانسياب مع حركة المياه بالإضافة لبقائه على ذلك الوضع لأطول فترة ممكنة على أمل اقتراب أي فريسة من الماء ها هي الفريسة المنشودة تقترب من المياه في غضون ثوان معدودة سيصبح جثة بين فكي التمساح القاتل فبالرغم من أن الفهد يعتبر أسرع الحيوانات على الإطلاق بسرعة تزيد عن مئة وعشرين ميلا في الساعة إلا أن هذا لا يمنع من أن يكون فريسة سهلة المنال للعديد من الحيوانات الفتاكة إنها اللحظة الأخيرة والحاسمة للفهد الصياد لقد دخل مملكة التماسيح يمكنك أن تشاهد عزيزي المشاهد قوة فكي التمساح الهائلة التي قضت على الفهد في ثوان معدودة لقد أصبح وجبة للتمساح الشارس في هذا المشهد أيضا عزيزي المشاهد نلاحظ أن التمساح قضى على الخصم من أول هجمة إنها مملكة الحيوان حيث البقاء للأسرع والأقوى نرجو دعمكم والاشتراك بالقناة لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله إلى اللقاء